موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات أينما وحيثما تتابعوننا إن في بلدنا الطيب هذا أو جناحه الغربي في فلسطين أو حيثما كنتم تتابعوننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ برجاء مولانا ودعاء لمولانا على يعني سبحانه أن يلطف بأهل غزة وأن يرحم أهل غزة وأن يساند أهل غزة وأن يقوي معنويات أهل غزة وأن يخذل كل من خذل غزة وأهل غزة وأن يقمع هؤلاء المجرمين الذين يقذفونهم بالحمم واللهب اللهم عليك بهم أجمعين من خذلهم ومن قاتلهم ومن تعد عليهم من قتل أطفالهم اللهم اقتلهم شر قتلة يا رب العالمين وبعد نسأل الله تعالى النصر لغزة والتهبيت لأهل غزة والتمكين لأهل غزة والنصر لأهل غزة والعزة لأهل غزة هم الأمة الآن هم الأمة مش جزء من الأمة لا والله لأنه يعني جسم لا يقام الفيروسات سينهار مهما كان ولو كان سبع مليار ما بتقام الفيروسات ستنهار يعني ما بتها الشيء يعني شرح طويل ولا غيره هؤلاء مثل الفيروسات الكورونا الصهاينة لابد من مقاومتهم وإلا سيفتكون بكم بلدا بلدا المتصدي لعدوكم نيابة عنكم غزة لم تدعموها بل خذلتموها موقف مخزي مشين موقف العرب أجمعين إي والله إي والله طبعا دعك ممن يتآمرون بالليل يمكرون ويجتمعون ويتصلون دعك منهم إنما الآن صار في قسم يعلن بعداء لغزة رب عفوك رب نطفك يا رب هؤلاء المفقرون المحاصرون ليس لهم إلا وجهك الكريم يا مولانا فنصرك لهم تأيدك لهم أعزهم يا عزيز قوهم يا قوي انصرهم يا ناصر المستضعفين وناصر المؤمنين يا رب العالمين آمين عنوان هذه الحلقة سيهزم المغرور النتن إن شاء الله تعالى هو أنا بلدوزر إسرائيل أنا أعلى خيل إسرائيل أنا أحمق شخصية في إسرائيل بتناطحه بن غفير مين أوسخ أنا ولا أنت بن غفير قالوا أنا فش أوسخ مني في العالم قالوا أنا أوسخ منك من اللي يخلى فوق الطاوة شوية الله مين أوسخ طبعا بن غفير اليوم الجمعة بيقول ما حدث في غزة يجب أن يحدث مثل في لبنان اسمعوا يا عربان والله لجيوكم بلدا 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 ونتعمل يا خبيبي محلاكم ما شاء الله عنكم محلا منطقكم ما حلها للهجات الحلوة يا خبيبي ما شاء الله عنكم الله يحفظ لنا ياكم إن شاء الله ما شاء الله سنصيروا متحف متحفه والله الشهر الخامس من الحرب فايف مينت شور كان عربي يشتسلمون خلوا فلسنا فعبدنا قالوا تخردأت الطائرات محلها محلها يا بطل العروبة تمو زعيم الخالد زعيم الأمة كلها كانوا يعبدون عبد الناصر من فضل الله العبد الضعيف والله من الابتداء وإحنا مميزين الحمد لله والله من فضل الله من أخبار اليوم الجمعة بس سريعا جدا واحد بمسدس أصاب ستة روايات الإسرائيليين ثلاثة أربعة روايات ثلاث قتل وثلاث جرحة قتل وخمس جرحة يعني كل شوية بطلعه كخبر بشكل مختلف من غفير جاء يحضرته عم أعظم قال شفته أهمية تسليح الشعب الإسرائيلي لازم يتسلح كل مواطن إسرائيلي ليدافع عن نفسه ضد الإرهابيين لكنت الإرهابي ودولتك دلت الإرهاب على كل حال من أخبار اليوم برضو استهداف ألف دبابة مركبة مركبة الواحدة منهم بتكلف ستة مليون يعني معناها ستة مليار استهداف معناها ضرب قد تكون شطب كامل وقد تكون شطب جزئي فستة مليار اشتباكات ضارية بين كتائب القسام وقوات العدو في خان يونس أوقعوا فيهم عدد من القتلى من أخبار اليوم أيضا نتنياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء هذا من أمس الخميس ليجري مكالمة مع بايدن استغرقت أربعين دقيقة ترك المجلس طبعا نتنياهو سيد بايدن فيه سر يا إخوانا الصهيوني بتحكم العالم كله فيه سر يا أبويا هل هو الماسونية أقرأوا مذكرات كيسينجر كيف كان يجمع زعماء العالم في جزيرة للماسونية يطوفون بالبومة ذكرنا هذا بحلقة قبل قبل يعني فترة طويلة المهم يعبدون البومة يطوفون عرايا ديش يكملك الباقي خلاص هذه الماسونية ليه يا زعماء حتصير زعيم بدك تدفع الضريبة ليه أعبد بومة وأفطوف حواليها ومشي عريان ليه الماسونية كاسر خشمهم بلاش نتكلم أسوأ من هذا بكفل هون بس بن حقير مثل ما قلنا بقول يعني ما حدث في غزة أجمعين مثله في لبنان هذا يا عرب من سالمتموهم هنيئا لكم سلامكم مع الشيطان بن حقير للتذكير وزير الأمن القومي يعني مش إنه جست نفر لا وزير في ظلال آية من القرآن أو آيات من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم سورة الأحزاب إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والله التاريخ يعيد نفسه وواضح أنه في عندنا برضو منافقين وفي قلوبهم مرض موجود ومؤمنين زلزلوا ما وعدنا يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا الله الرسول موجود عليه الصلاة والقائد العظيم يقود المعركة يعني هذا وجود الرسول معنا يجعل في قلبنا طمأنين بلا حد وصل بالله تعالى كذلك كيف يقول من شدة هول الموقف اتفق العرب يا الله واليهود يا الله نعم ومشركون العرب إذن عرب مين عرب المدينة المنافقين والمشركون العرب واليهود معسكر واحد ثلاثي أو ثالوثي ثالوث ثلاث المهم ثلاث أطراف العرب في المدينة المنافقون وعرب قريش المشركون واليهود جواهم من المستعمرات بتاعتهم اللي في جوار المدينة خيبر بعيدة شوية الخلاصة قينقاع والنظير وقريضة وخيبر لم لموا أنفسهم شكلوا كتلة كبيرة عسكريا وتسليحيا ونفسيا عملوا كتلة والمسلمون في حرج شديد برد شديد طعام قليل والمدينة يعني حفروا الخندق لكن وضعوا النساء والأطفال في برج أو قلعة قديمة بيحرسها من تحت كم نفر يعني يمكن يقتل حراس ويطلعون أطفال يقتلوهم فالمقاتل مشغول بالبرد من ناحية بالجوع من ناحية بالخوف على أطفال من ناحية وزلزلوا زلزالا شديدا هناك ابتلي المؤمنون الخلاصة وإذ قالت طائفة منهم يا أهل ياثرب لا مقام لكم فارجعوا الطابور الخامس ويستأذن فريق منهم النبي يا رسول الله تسمح لي أنا بيتي عورة يعني يعني أنه في منطقة متطرفة يمكن يتعرض لخطر فأذن لي يا رسول الله أني روح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما برد سائل يعني هذا وجوده قد يضر روح إن يريدون إلا فرارا الله تعالى أعطانا حقيقتهم بلا روتوش إن يريدون إلا فرارا وقال مولانا ولو دخلت عليهم من أقطارها أي دخل على المدينة من كل الجهات ثم سؤلوا الفتنة إن ارتدت عندينا قال أنا جاهز واو لآتوها وما تلبتوا بها إلا قليلا كشف للمنافقين سبحانك هل التاريخ يعيد نفسه وانط لماذا لا التاريخ يعيد نفسه وين ما عرفش يعني خلاصة ما نريد من الآية أنه مولانا العظيم إله الكون القدير بكلمة ممكن ينهي المعسكر الثلاثي المنافقون والمشركون واليهود بكلمة امحوا بامحوا لكن مولانا يريد أن يرانا في الميدان كيف نصمد كيف نقاتل كيف نتآزر كيف نتعاون كيف نخطط كيف نطيع القيادة الرشيدة صلى الله عليه وسلم يريد أن يرانا مولانا في الميدان يا رب حقهم يستطيع بكلمة الآن إسرائيل يعني بكلمة من الله تنتهي أمريكا بكلمة من الله تنتهي ولكن لماذا نحن موجودون عشان نتفرج بس كيف ربنا محاهم لا يجب أن نقاتل نحن والله يعيننا والله يساعدنا والله يمدنا بالمعنويات والملاكة برضو يضخ فينا معنويات فننتصر يريد مولانا أن يرانا في الميدان صابرين ثم منتصرين الله تعالى يرى ما يجري للأطفال وما يجري للنساء لكن الله تعالى عم بكشف هذا السرطان لينبغي أن يسحق رأسه سعقا والذين سالموا هاه موقفكم ايه بعد ما جرى قال احنا ثابتين طبعا احنا اللي بنفهمش بالسياسة انتوا بتفهموا مع باقر احنا احنا فين وانتوا فين الخلاصة نكتفي بهذا القدر ما قلنا شيء لكن نستشهد ببعض الكلام اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج يعني كل ما اشتدت الأمور معناها اقترب الفرج فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ولن يغلب عسر يسرين من مرتين الثنين العسر جاء معرفا فمدام كرر معرفا يكون هو هو يسرا جاء منكرا مش هو هو ذا لا يغلب عسر يسرين لغتك العربية الذواق الناس المهم لقد مرت بالمسلمين في غزوة الخندق مثل هذه الشدة وسجلها القرآن إذ قال وبلغت القلوب الحناجر مثل ما اسمعنا الآيات وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما بن قاسش برختر خمسة ستة رختر بن قاسش وقوله تعالى في مكان آخر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا كذبوا يعني أخلف الوعد من الله حاشا حاشا لا قد كذبوا يعني بكون الصف مش مستحق للنصر يعني بس أمن الله يخلف الوعد إن الله لا يخلف المعاد سبحانه حاشا لجلاله جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فكيف إذا أرد أقول أن تدخل تحت قول الله وجعلنهم أمة يهدون بأمرنا كيف يعني كيف تكون إمام قائم بأمر الله وبدين الله حامل أمانة الدين اللي ثقلت على السماوات والأرض كيف يعني الإنسان حتى يحمل لقب دال شو دال 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 نقطة فلان دال نقطة فلان دكتور فلان ولا يقبل أن ينادى يا فلان إنما يا دكتور فلان عشان يحمل حرف الدال نقطة بده عشرين سنة دراسة واهو فكيف إذا أراد أن يحمل اسم مسلم ومؤمن وجندي من جنود الله عز وجل وحامل لدين الله إذا دال بده عشرين سنة إذن جندي من أسود الله بتحتاج إلى تضحيات كبيرة وجهد كبير ودائما كنت أقول النصر بعد العصر يعني بعد العصر بعد الظهر لا توستينغ لا بد أن تعصر الأمة عصرا عشان يخرج كل الضعف اللي فيها ويطلع جوهرها النقي لا بد لا بد إخواننا لله سنن لا بد أن نعرفها بتكلم باختصار شديد رسالة إلى الأسرى الإخوة الكرام والأسرى والأخوات الكريمات الأسرى الإخوة والأخوات أهداء الأسرى والأسرى السلام عليكم جميعا ورحمة الله والبركات نسأل الله لأمتنا ولكم طبعا أطيب الأوقات أقول قد يخطر ببانكم شعور يثير الألم ويشعركم أنكم كنتم السبب فيما جرى طيلة هذه الشهور الخمسة ويحزنكم أنكم وقع الأذى على شعبكم وأهلكم بسببكم ولا تحزنوا أبدا ولا يخامركم مثل هذا الشعور ولا يخطر بخاطركم هذا الهاجس أو الخاطر نفسه فالحرب مع هؤلاء المجرمين لم تتوقف يوما مش أنتم السبب أليسوا يقتحمون مملكة عباس جمهورية لا لا مش إمارة مش إمارة إذن إمبراطورية أه أحسن شيء إمبراطورية عباس أهي لا مش إمبراطورية جالنا نتونا أشو بننقول أخ عباس أنت ماذا قال أنا دولة ما شاء الله حقيقية ولا دولة وهمية وهمية شيخ دولة دولة وهمية بعدين معكم عشان نصنف يعني دولتك إمبراطورية لأ مملكة لأ جمهورية لأ والله خلنا جننتونا دولة عباس خلص خلصونا فالحرب مع هؤلاء لم تتوقف يقتحمون مملكة عباس كلهم فيقتلون ويجرحون ويعتقلون ويهدمون ويحرقون هذه أخلاقهم وهل أعلن عباس وفريقه الحرب على إسرائيل لا إذن لم يحاربون أحاربون الشعب الفلسطيني القيادة مرحب بها شعب شيء والقيادة خلص شيء آخر من داش داش فلسفة بالطبع لا إذن الحرب قائمة ومفتوحة ومشنونة ومشبوبة علينا ومصبوبة نارها على أهلنا ووطننا فلابد مما ليس منه بد لا بد مما ليس منه بد وقف الحرب على المجرمين بدعوة السلام يعني أنا اللي بحارب فقط اللي الصهاينة العرب إحنا في سلام الله إحنا في سلام ما أحلى الكلام يا السلام على السلام وأنسي السلام ونطف السلام ونومة في في ظلال السلام الله يا السلام على السلام يا السلام يا قدعان أمان إيه أمان إيه يعني بالك إنه الرمز أخطأ لا الرمز لا يخطئ معصوم وعباس أين موقعه من الإعراب نائب فاعل نعم نعم الحمد لله إنه في قيادة عندنا عندها نظر استراتيجي تيجي إن شاء الله ولا ما تيجي فوقعوا هم يضحكوا الثنين لأنه إحنا صار لنا دولة إخواني خذ الجانب الإيجابي إيجابي وفيه جانب واحد إيجابي والله ولا صنتي ولا بند ولا نقطة ولا عرف إيجابي له رب السماوات كل نيلة وكل خسارة وكل ظلم ومن خلاصة بدعوة السلام كانت خطيئة لا مجرد خطأ فالسلام أطاح بقضيتنا وما جنينا من ورائه شيئا إلا دول الوهم والسراب والخراب والامتيازات الشخصية أنا بحق لأني أطلع بسيارة وألف طبعا بعد استئذان أنا بدي أطلع من رام الله من مملكة مش مملكة جمهورية بجمهورية من إمارة مش إمارة جننت هنا من ستيت أو ييس من ستيت يسمها رام الله دريم ييس مهم بدأروه على البيري بدأستئذان من من خفير من خفير مهم من من شعب العقير أنا بدي أطلع أنا دريش دولة بمستاذن نيلة على عيشتنا يا شيخ إذا كان العرفات البلدوزر اللي هو الرئي الزعيم الحقيقي الخلاصة كان بيحتاج استئذان إذا أراج يخرج من من رام الله اللي بيت لحم ولا غيرهم بدوا استئذانه ناو ناو جاهزة إذلالا وتخضيعا لا تقول لي رئيس فخامة على شعب قدامهم ناو لله أخ إذن خلاصة رسالتي إليكم إبعاد هذا الشعور من نفوسكم فهو مؤذن وغير صحيح مش أنت السبب كان نابد من قتال المجرمين المحتلين الغاصبين الظالمين السارقين مقدساتنا وأوطان مهددين أقصان المانعين مصلين يجب أن يقاتلوا لو لم نقاتل بنكون مجرمين بحق ديننا وأنفسنا وأوطاننا ومقدساتنا ومستقبلنا وحاضرنا بنكون مجرمين فلا تلوموا أنفسكم بالعكس وإن كنتم أنتم السبب كما تظنون فهذا شرف إيه والله إذا أنتوا السبب جزاكم الله خير فالحرب لا تقتلنا بل قتلنا السلام الموهوم وسرابه الكاذب المزعوم فقروا عينا ونفسا وعقلا وقلبا والله مع المجاهدين وعسى أن يكون فرجكم قريبا والسلام رسالة إلى الشعب الغزي المبارك البطل إخواننا أهلنا شعبنا يا كل أمتنا أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله شهدائكم وعافى جرحاكم ومرضاكم لما شعت أسركم المشتتة كان الله في عونكم ومددكم وغوثكم ورفع شأنكم قوى جنانكم قوى وحدتكم يا حارس الكون حرسهم يا رب يا حافظ هذا الوجود احفظهم يا رب هؤلاء خيرة الأمة وأنت بهم عليم وأعلم نحن لا نعلم أنت العليم الأعلم احفظهم لأنهم هم الآن زبدة الأمة عصارة الأمة خلاصة الأمة كونسنتريت الأمة الأمة من غيرهم رمة حاشا يعني نحن أذلاء بين يديك نرفع يدينا بالدعاء إليك يا مولانا لهؤلاء أحبابنا إخواننا وإن شاء الله هم أحبابك والشهداء شهداء لدينك ولك يا مولانا يا رب نصرك القريب لهم على هؤلاء المجرمين أعداء أعدائك وذول أولى أوليائك يا رب العالمين يعلم الله أنكم على قدر الحمل كنتم مثالا في العزة ونموذجا في التحمل والصمود والشموخ والثبات صبرتم وتحملتم وصمدتم ما لا تطيقه الجبال تحملتم وإن كانت غزة لا تحتوي الجبال ما في جبال في غزة فلقد كنتم أنتم الجبال التي يعتصم بها عمر المختار الغزي علمتمونا معنى الانتماء الحقيقي للدين للوطن للأرض العالم كله رجاله ونساؤه يسألون كيف نكون مثل أهل غزة أي أنه رجالا ونساء كيف نربي أبنائنا وبناتنا مثل تربيتكم وهو سؤال سألته بريطانية يعني مش متوهم رسالة إلى حكام العالم الإسلامي سلام وبعد أليس لكم دور في حرب ظالمة باغية على إخوانكم في أقدس بقاعكم بعد الحرمين الشريفين ما لكم دور بس أل سؤال بس يعني أي سركم أن يغزى بلد من بلدانكم ويقف باقي العالم الإسلامي يتفرج على مذابع تحيقوا بشعبكم أما كنتم تتألمون لخذلان العالم الإسلامي لكم بلا فلماذا تفعلون ما لا يليق وما لا ترضمنه لأنفسكم ولشعبكم بلا سنقول لشعوبكم احنا شعب واحد يا حكام هذا العالم الإسلامي طابقوا بين اسمكم ومسمّاكم ألستم عالما إسلاميا بلا بلا أتشكك أي لا أنا بسأل سؤال فلما لا تكونون كاسمكم عالما إسلاميا حقا هل كنتم بالإسلام تخسرون شيئا أم كنتم تعزون وتنتصرون بإسلامكم ما حد يذكر الإسلام منكم ليه مخزين بإسلامكم لا إسلام شمخنا به إلى السماء السابعة أخ لم لا تقفون من غزة موقف أوروبا وأمريكا من أوكرانيا هل خذلت أمريكا أوكرانيا لا لماذا خذلتم أنتم إخوانكم مع أن أوكرانيا وأمريكا دينان مختلفان شعبان مختلفان خميتان مختلفان أنتم دينوا واحدة أمة واحدة الله جعلكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة لماذا لا تتصرفون كما أراد ربكم لماذا أم لا تنتقلون لا تنطلقون من كلامه تنطلقوا من أهوائكم هيا خلصونا نتنياهو بيقول أخ نحن ممتنون لدعم أصدقائنا لدولتنا وجيشنا وشعبنا بلا حدود نو لمت نحن دعموا بحدود يا أخي خبز مثل ما نقول في كل حلقة مية أسكرها الأخ سيسي لا مية ولا خبز لا تنفعل حاضر يا سيدي والعالم الإسلامي يدعم غزة حتى بالكلام حتشي حتشي لكوا حتشوه لا ما بنحشي أين الخلل؟ فلتفكروا كأنظمة ولتفكر الشعوب في السؤال أين الخلل؟ وكيف إصلاحه في الوصلة الثانية؟ نلتقي مع الملف الكبير المعنى كتيب لعبدالوهابي المسيري موسوع التاريخ الصهيونية أحاول أن نمر بي مرا سريعا أريتكم المجلد الكبير وبعدين قسموا إلى أجزاء عندنا من هذا ومن هذا والحمد لله تعالى والتقينا الرجل في آخر العمر يعني قبل أن يغادر الدنيا ممكن ما فيش سنة ثم غادر بعد أن ترك إرثا عظيما نلتقي في الوصلة الثانية كونوا معنا حياكم الله موسيقى اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين الذي جعله العرب وراءهم ظهريا احنا عملانيين ما شاء الله عنكم الخلاصة رسالة إلى قادة العالم وبايدن أولا باعتباره يقود قادة العالم على حماقته وهزاله يعني هذه المرة المهم الصحافة أمريكية بتقول أمريكا لن تعاقب إسرائيل إذا قامت بحملة قتل فيها كثيرون من غزة صحافتك مستر بايدن هل أنت بايز لهذه الدرجة يعني صحافتك بتقول كده يا قادة أمريكا ويا هي الزعماء جميعا يا من تحكمون دولكم لما صمتكم على ما يجري في غزة ليه أما سمعتم عن طبيب هو محمد أبو سلمية مدير مشفى الشفاء تكسر يداه ورجلاه وتوضع سلسلة جنزير في رقبته ويجرك الكلب حاشا لمقامه طبيب بارع مدير مشفى محترم ليه يا حقارة يا إسرائيل ليه أنتم الكلاب أبو سلمية بطل من الأرطال عالم طبيب مدير مشفى أنتم مجرمون سفل من يغطي عليكم أسفل منكم بايدن زعيم العالم هذا المنظر ما بدون منك كلمة يا مستر بايدن أو بايزن ويجر ويؤمر بالمشي على أربع ثم يؤمر بالأكل من الصحن كالقطط أو الكلاب حاشا لمقامه الرجل محترم وطني إلى آخره هل أنتم يا من تصمتون بشر هل أنتم إلا مشاركين في الجريمة لماذا الصمت على هذا التدمير للمساجد والمشافي والمساكن أتخافون الصهيونية العالمية طيب أنت دولة عظمة من تلخلقتوها الصهيونية يعني ربيت كلبه لكلب عقرك من تقدر تضبوه حطوا بسلسلة جنزير كلابكم ضبوها أخ أتخافون الصهيون العالمية ولماذا الخوف أتذكرون حماية بايدن لمن يتعشقهم من بني صهيون حين قصف مشفى المعمداني بح صوت بايدن وهو يكرر الطرف الآخر بهذه اللهجة المايزة الطرف الآخر بايدن بايزن لكي حكمت للرجال الطرف الآخر حفايبك اللي ضربوا قذيفة إسرائيلية ما عندش إسرائيل حماس وخذائف من هذا الوزن دمرت المشفى وقتلت العشرات ولم تتكلم مستر بايزن على كل حال من فعل هذا من فعل الطرف الآخر بلهجته الرخوة لما يا مستر بايدن تأملوا إجرام هذا النظام العالمي كلمة قالها نتن أنروا مخترقة من حماس والكورس وراه بغني مثل المغني أوه ييش أنروا مخترقة من حماس المغني قال الكورس بيعيد وراه مجرد كلمة ليس لها حقيقة ولا واقع ولا حضور ولا مصداقية ولا أساس ولا ما تبنى عليه ما فيه يعني ظن ظنه هو لا وفاهم وأعرف أن العالم كله كورس فهو رمال فأول من صدق بايزن ثم العالم كله دخل في الكومبارس والكورس تبع الكورس كندا بريطانيا ألمانيا فرنسا الأخير الفرقة وأونروا ووزير أونروا نفسه بتقول ووزير خارجية أيرلندا بيقول ومسؤولون كثير يقولون زودون بحقائق ووثائق ولا يجيهم أحد إذن هي أجس دعوة حماس مخترق الأونر وبتوزع طحين يعني بتوزع الدبابات ومدافع على حماس ولا معاك كارتب تأخذ ثلاثة كيلو طحين هم فاهمين قطع الطعام عن غزة لتمود منتصر عسكريا بدمية تنهزم إنسانيا من الخبز يا مصر من الخبز معاوزين تنهزم طليعتكم تنهزم ليش ما هو خزي عليكم جميعا قال لا إحنا غير ما ناش علاقة إحنا حاجة تانية حاجة تانية خالص يا سيدي آخ زودون بحقائق ولم يجيبهم أحد طبعا قصف وتدمير المشافي والمساجد والمدارس هدن ثمانين بالمئة من مباني غزة الشوداء بلغوا مع الجرحة مئة ألف هذا لم يحرك أحدا كل ما قالها كاذب فيها دعي مختلق أحمق مجرم إلى آخره حماس تخترق الأنروا الكوراس قل له وراء حماس تخترق الأنروا دعية مزيكة يلا وصارت إلا على العود ولا على الربابة ولا على الشبابة كله حماس مخترق الأنروا أنروا مخترقة من حماس يلا عيد عيدة كمان عيدة كمان يحكمه مجرمين هذا لم يحرك واقع تدميري وحشي همجي لم يترتب عليه شيء وكلمة قالها مأفون نرجسي اللي هو النتن هذا يعبد نفسه اسمه نتن حرك العالم فورا فأي عالم هذا الذي نعيش فيه إنه غابة يقودها وحش أو متوحش الخلاصة يعني بيتين من الشعر إلى العالم العربي من أهل غزة هذا العتاب أتناسيت أم نسيت إخائي والتناسي شر من النسيان نسيتون يا عرب أنا أخوكم أنا غزة أنا غزة عربية مثلكم قال أنا مش سامع أنا مش شايف أنا مش داري أنا مش عاقل أنا مش حاسس حلوتك واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب أحسنتم القول وعدا وتكريمة يا غزة نترك رحمه الله من قالها لا يصدق القول حتى يصدق العمل حتى يصدق العمل أمريكا والشركاء أمريكا بتقول أمريكا والشركاء في الشرق الأوسط partners يعني شراك تلفيل مع الفار أمريكا واشركاء في الشرق الأوسط بالطائش الأوسط حمنا حلوة 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 شركاء هذه أنا شريك بايدن أنا شريك بايدن يالشرف يالا القرف ما لهم أمريكا والشركة ما لهم يبحثون إقرار سلام دائم في المنطقة ما إلها إلا عباس دام سلام دائم وروحوا دوروا على عباس وما إلها إلا عباس وسلموها لعباس هي يلا الشباب يلا بيضبطها خالص عباس وبيضبطها خالص عباس وما إلها إلا عباس أهو الله أنا بنصر على نصيح يعني بغني فرحان لأنه ما لهاش غيره السلطة الوطنية جدا تفصل أي طالب يتحدث عما يجري في غزة احنا دولة غير غزة دولة غير غزة أو يعني يشكل إعلاما يغطي أحداث غزة ممنوع واو يخلينا يا يكون لك خي والله يا هيك الزعيمات يا بلى منا هذا من شدة وطنيتها السلطة الوطنية مؤشرات خطيرة والله يا أخوانا ايدي على قلبي من فيلم عربي وسخ قبر منحط إلى أبعد الحدود اسمع الإعلام المصري بتهدد أيوة أيوة اللي بييجي في القيش أيوة المصري أيوة ياخد بالقزمة على دماغه واو قصدك إسرائيل قال لي لا يا غابي شكرا أمال مين أمال مين بشغلك يا سيدي بدنا نفهم بس عم تفتحوا معركة يا إخوان بذكرني أخ زرته قبل كم يوم قال لي أول ما جاء هذا هذا القلتنا والله لا تشوفوا منه ما لم يصدر من من ابن حافيز هذا الكلام نقوله حوالي 13 سنة الشطار نكشوف الشيء قبل ما يقع في الفاس في الرأس مو بعد ما يخرب الأساس نقول هاوش تفهمنا نيلة على عيشتنا قال لي والله قلت إنا هذا الكلم أول ما ظهر في الله قلت إنا الحمد لله نعطي المعلومة مسبقة بسنين طويلة الحمد لله لما وقعوا نالك دمرها القضية من أول ساعة الشطار تفهم من أول لما راحت مياه النيل قلت لكم حتموت مصر من العطش ولما أعطى الجزيرتين قلنا لكم هدية لإسرائيل فكونوا بهجس قاعد شكرا بارك الله بكم إذن يريدون فتح مارا كما غزة ليضغطوا عليها مزيدا انتو احتقرت مصر خذ اللي قيلك ابن الستين في سبعين واو 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 ش دعوة لنستسلم لعروض أمريكا العالم العربي مليء بالعفن عباس وطالب حماس بسرعة عشان إيش بسرعة إنجاز صفقة للتبادل مع إسرائيل عباس مستعجل آها عباس هذا مطلب إسرائيل نتنياهو بتمنى هذه الكلمة إنه يا حماس واخي وافقوا اللي أنا طرحته انتهت المشكلة آها بدوش ينفاصل بدوش نقول مثلا ثلاثة شهر بدو ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أيام هدنة أعمل بيهم إيه ولا شي ولا شي هم فهمين شو بحكوه حاجي وعدوهم بخبصوا لا آه فهمين مش هبل دبل لا آه عباس بتاعنا غير عباس من هو في عباس آخر آه نعم في عباس كامل في عباس إنا في عباس مصري عباس فلسطيني الحمد لله وفي الخليفة العباسي قبل ألف سنة المهم يطالب بأقصى سرعة ويهدد بنكبة أسوأ من 48 بشرك الله بالخير فعلا زعيم يعني مستفشر نكبة أسوأ من 48 آه عباس كامل ودحلان يضغطان على حماس للتنازل في صبقة الأسرة معروف الطرفان أظن آه أظن عباس كامل ودحلان ما الذي جمع جمعوا وفأ أي ويضغطان أوه ييس على حماس تنازلوا يا أخي انت مندوب إسرائي قصدي قصدي خلص وهنا سكتت عن الكلام المباح وغير المباح الإعلام المصري معلوم من القاصي والداني أنه مسيطر عليه من قبل الأجهزة إياها هذا الإعلام يفتح معركة إعلامية مع غزة ربما ليبرر خطوة قبرة قادمة وربنا يستر والله إيدي على قلبي الخطر يأتيك من العرب قبل أن يأتيك من من الصهاين المجيمون يا رب لطفك يا رب عونك يا رب عفوك هم من أيام ناصر يعني منذ سبعين سنة وهم يحاربون الإسلام لا جديد فالحرب مستمرة ولم تتوقف الرقعية العربية الرقعية العربية مين أخ عبد الناصر الرقعية العربية مين مين الإسلام والمسلمين إعدام سيد وإعدام مدرمين كله حرب على الله يا إخوان بعدين مع الشغلة بدنا نضع مئة سنة لما ندرك أبعاد المسائل إذا أدركناها بعد فوات الأوان لو إيش أخ أخ فاكرين سامي شرف زوج منت عبد الناصر اللي حمل الوثائق كلها حرب 73 وراح وصلها لإسرائيل أهى الوثائقيات قبل كم يوم عادوا حلقة عنه الكلام اللي إحنا حفظينه من فضل الله من أول يوم أعطوا مئة ألف باوند إنجليزي لعفوهم يقمار وسكر في الخلاس وروح القاهرة طيار الثاني يوم الصبح مستشار الأمن القومي الأمريكي نضغط بشدة من أجل إدخال المساعدات مش على إسرائيل اللي هم من يزرعوها ومولوها ومونوها وأطعموها وسقوها وحسلحوها وإلى آخره مش قادرين ينمون إنه مفوت الخبز على غزة لكني لعلى أمريكا وزعماء أمريكا مش قادرين يضغطوا على كلب ربه إنه مفوت خبز على غزة مين سيد الآخر مينه الفقر السيد على على الفيل ولا هي الحكاية إسرائيل ما لها تحلبكم ولا تعبركم يعني إسرائيل عايشة على حسابهم وبايدن يقولوا تحرجنيش يا مستر نتن تحرجنيش بمونش عليه هو قال هميت مرة بايدن بمونش على إسرائيل بمونش على نتن خليك نجدات الزلازل في تركيا وليبيا والمغرب ما لها تسارعت وتواصلت جميل جميل وغزة تتعرض لما هو أشد من الزلازل فلماذا لم تتسارع إليها النجدات آه 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 تركيا غنية الله يزيدها غنا ووحدة يا رب لنا يعني هذا عز لنا وقوة لنا الخلاصة مش نحاجدين تركيا ولا المغرب مغرب والله قطعة من نفوسنا المغرب ولا ليبيا شعب من أطيب الشعوب قذب في داعك منه مش مجنون مجرم 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 مش باللطافة مقبرة للفتيان ومقبرة للفتيات قول يا باصد بناش نفتح الآن ملفات يعني ولا أقول لك قالت ايه في مذكرته اليهودية بناش نفتح ملفات الحين خلاص الخلاصة الخلاصة لأن المجتمع الغزي متدين حجبتم عنه المساعدات شعب المغرب كله متدين شعب ليه متدين الحمد لله يعني أم لأن خصمهم إسرائيل التي تدعمها أمريكا ونحن لا نريد أن نخسر أمريكا ولذلك ما في عربي مدده والمساعدة لغزة كل أغنياء العرب مستعدة ساعد إسرائيل نعم أنا أنا عندي عندي تصور إنساني إن شاء الله بنساك أنا أنا منفتح على العالم إلا غزة أنا خلاص فهمنا 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 شكرا ونسأل سؤال القرآن تخشونهم ونجيب بجواب القرآن فالله هو حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين لماذا ينصر أهل الكفر بعضهم ولا ينصر أهل الدين الحق بعضهم أين الخلل في الدين الخلل أعوذ بالله أعوذ بالله الخلل في أهل الدين طبعا فكروا يا كل الخلق في هذا الأمر لعلنا نحدد العلة فنحدد العلاج أمريكا وإسرائيل ديناني مختلفان أمريكا بروتستاند مسيحيين إسرائيل يهود دين غير الدين وبالعكس ذولا اللي هم إسرائيلي بتكلم عن المسيح كلاما لا يليق وعن أمه كلاما لا يليق والغرب خانس لا يستطيع أن يراجعهم قال إحنا هذا دين ما حد بيراجعنا فيه بس إحنا في القرآن بنلغي القرآن بنلغي السنة بنلغي كل شيء عيون أمريكا أنا تحت أمركم يا حلاوي وأعراق وأصول مختلفة مع كل هذه الفروق جرى بينهم تنسيق واتفاق قريب من الوحدة وأنتم دين واحد وقومية واحدة ولا أدنى تنسيق تاريخ واحد جغرافيا واحدة مدري إيه ولا إيه ومع هذا ما فيش ولا درة من التنسيق إلا على الكورة صحيح الكورة فيه تنسيق فريق المذلمين مع فريق المذلمين فيه تنسيق عشان الجدول المباراة تنسيق شعوبكم تفهم شرحوا لها وبينوا الخبيء مش الخبيث هو الخبيء والخبيث إذا بدك كم وقحة هذه الدولة المسخ المسمى زورا إسرائيل ليس إسرائيل إسرائيل عبد الله ما نهى تعباد الشيطان دولة مستعمرة محتلة مدعومة من كل قوى الظلم والاستعمار تصف أصحاب الأرض والحق والتاريخ والجغرافيا بالإرهاب وهي المجرمة الظالمة تسمي نفسها مكافحة الإرهام يا ولد ألا قاتل الله كل من دعمها وتواطأ معها وسكت عنها حتى تمردت كل هذا التمرد يا أيها الناس كما تقاوم الفيروسات وإلا فالموت يجب أن تقاوم هذه الجراثيم والفيروسات اللي هي إسرائيل شعب فلسطين قاوم هذه الفيروسات القادمة من الخارج وباقي شعب العربية تتفرج على الشعب الفلسطيني أي مجرم حرب هذا الصهيوني النت أهذا هو العدو الذي سالمتم أين العدالة الدولية التي دمرت العراق بدعوة أن صدام طاغية صدام طاغية طيب فهمنا سو إذن ندمر العراق معود طبعا ضربوا الصهينا المفاعل الذري طال مرت الطائرات ووصلت الطائرات وضربت الطائرات والقبة هذه اللي هي فيها همشي في التفاعل الذري وطالب كان بيدرس الذرة بفرنسا بعثوله وحده وقتلوه في السرير واحكاية واحكاية ماذا يكون النت يا أمريكا أعمى الله عيونك هذا القصف الأعمى لا يجتحق توقفا ولا محاسبة أكثر منطقة كثافة في العالم غزة أكثر منطقة مفقرة في العالم غزة أكثر منطقة مشددة على العصار من قبل الأغراب والأعراب غزة ومع هذا هي أقوى جبهة تواجه طغيان دولة البغي إسرائيل ربيبتكم حبيبتكم عشيقتكم نيل عليكم والعالم كله لا يراها مجرمة بل يجاملونها على دماء أهل غزة بنسى دماء أهل غزة يعطيكم العافية إسرائيل بنحبكم وندعمكم ألي أنهم عرب مسلمون لا يهتم بهم أو لهم أحد ألي أنهم ليسوا من أصحاب الثراء فقراء والعالم كله لا ينظر للفقراء ألي أنهم بشرة سمرازة حالاتنا يعني لوحتها الشمس من طول البقاء في الشمس إن غابت عدالة أمريكا والغرب فلن تغيب عدالة الرب سبحانه معاريف بتقول الجيش الإسرائيلي استولى على 200 مليون شيكل ما يساوي 55 مليون دولار من المقر الرئيسي لبنك فلسطين شعب من اللصوص كسروا كل محلات المجوهرات ونهبوا الذهب اللي فيها من يحاسب إسرائيل قال لي شيخ بيحصل عادة في الحروم مني قال آه الله يا شيخ إلى عليكم شعب من اللصوص سرقوا مننا الوطن والمال والحياة والفرحة سرقوا مننا الماضي والحاضر المستقبل لعنة الله على من يدعمهم كائنا من كان آه هذا سوى ما سرقوا من أرض ومن وطن ومن تاريخ شعب من اللصوص ودولة قامت على سرقة وطن الغير عشرات الألوف يتظاهرون في الرباط عاصمة المغرب نصرة لغزة أزعم أنه الشمال الأفريقي لا أحد يزايد عليه في حبه لفلسطين ومن فضل الله لصلاة الجزائر يمكن زورته سبع مرات عشرة والله ما نعرف المغرب بين عشر وخمسطعش والله ما نعرف الخلاصة الخلاصة شعب والله لو سحر مشلون على الأكف ما قصروا لا والله لا والله محاضرتي في الجزائر والله اللي بره أكثر من اللي جوه وكذا المغرب من فضل الله الحمد لله إذن تونس كالمغرب وإسطنبول مثلهم واشنغتون بوست بتقول الشبان إسرائيليون يشهرون على منع دخول المساعدات إلى غزة بناموا في المعبر معبر كرم أبو سالم معبر رفحم سكر السيسي هو بقول في معبر واحد بس أبو سالم أنا ما عنديش معبر خالص أنا حر أفعل ما أريد وإيه سير تحياتنا لك كونغراتيوليشيس يه يش أه الحمد لله الحمد لله يمنعون دخول المساعدات طب شينوا لو قلعوا ارمي لا أنت تابلز ذولا حجي اسمع لزم حدك ذولا لا ميساس مقدسون الله أكبر منجسون آه المهم أول مرت بقول غدرست نتنياهو الأول مرت مثله غطرست نتن ياهو قادت إسرائيل كوارث أمنية إن شاء الله منها لأكبر مستر أول مارت أولوموند بتقول وطيرة البناء غير مسبوقة من 7 أكتوبر يعني جاكريشن مستر باي هذا نتن عم بزيد بناء مستوطنات في أرضنا في مقدساتنا في حمانا في المنطقة دولة عباس وينك يا أخ عباس يا رئيس الدولة فقامك آسف فقامة رئيس الدولة وينك عم بيبن في مملكة مش مملكة جمهورية مش دمورية يا جنة نتونة شو بدأقول دولة عباس خلص الدولة العباسية بيبنه في أرضك اخ عباس تحايل تكلم وسمعنا صوتك اطلع الشاشة سكان المستوطنات الشمالية في إسرائيل يعيشون في حالة رعب دائم فورين أفارس بتقول غزة وحدت كل الشرق الأوسط حوله وحدتنا كم يخافون منها ما تكلمناش عن موسوع التاريخ الصهيونية في الوصلة الثالثة نمر به مرا سريعا ونحاول نغطي ربع ما بقي من ملف هذه الحلقة الربع والباغ خزن والله المستعان كونوا معنا حياكم الله موسيقى 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 اخواننا اخواتنا حياكم الله بدنا نقرأ وبالذات المسيري عراي المصريين باع اللي فوق واللي تحت كان عنده كم إيراط أرض باعه كله ما خلاش عنده ولا شيء حتيطلع الموسوعة فش دول تدعم يا حجي دولنا مشغولة ببناء الوطن الله الله بنتوب الله المال ايه مش شايف العماير يا اسمك ايه ودني الله شايف ما شاء الله ابراج شفت ايه شفت ايه بتكلم عن الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي يعني هناك ما ما يمكن يكون تناقض يعني هو أرض بلا شعب شعار رفعوه لشعب بلا أرض كذب في كذب تجيت وقيتوا الدنيا فراغ ولا عملت حروب اعذن الصهيونية اصبحت نوع من العقيدة زيونيزم ولذلك يعني بايدن دينا مش هودي مسيحي لكنه صهيوني وبقول لي لتن انا صهيوني اكثر منك وافتخر افتخر اسف وافتخر يا اخي المهم المهم المشترك الاعظم ما بينهم هو ازاحة سكان فلسطيني هذا المشترك التخلص منهم باي طريقة ولذلك هما بدون يحققوا مقولة أرض بلا شعب بالتهجير بالقتل بالنفي باللي نتعاوزه الادراك الاسرائيلي للعرب هذا ادراك يعني معبؤونه هذه أرض ما عليها ناس احنا جينا عمر الله من فراغ عدم الخناصة تماما مثل ما قالت امريكا احنا جينا على امريكا empty ما في ناس مش انهم قتلوا 145 مليون هندي أحمر لا نفس النظرية ضمة الأراضي اللي هي 67 مليون وربع عربي في 67 مقابل 250 ألف 50 ألف على أحسن تقدير في ذلك الوقت يعني ومع هذا ال50 ألف ما ياخذين أكثر من اللي ما ياخذوا المليون وربع اللي عايشين في أرض ال67 استمرار المعدل الحالي يعني بيحاولوا اليهود لهم يزيدوا السكان لكن مش مفلحين يعني بيحاولوا يزيدوا لكن المرأة اليهودية مش مستعدة لمزيد الفلسطيني ما عندوش فلوس ويخلف سبعة وثمانية ذاك عندو حبطرش الفلوس ما بتهم انجاب واحد اثنين اقصى شيء فاذا عندهم ازمة التكاثر يعني والشعب اليهودي ما بين الدين اليهودي وما بين الصهيونية والعنصرية الخلاصة فهو بيحاول ان يتجانس الناس يعني كل واحد جاي من خلفية يعني الان اليهود العراقيين بيندموا اشد الندامة يحتقرونهم يهود اثيوبيا السود يحتقرونهم والسمر يحتقرونهم بعملهم يعني مش قدرين يعملوا تجانس في المجتمع المسيري الله يرحمه التقينا شخصية مهذبة رائعة ما شاء الله يمكن قبل وفاةه بشهور بس ما كمال السنة ما للخلاصة فالأثيوبي بيتمرعوا بالدم فوجاتي منهم بياخد الدم لكبو في زبالة في المراحيب فعملوا مظاهرات حرقوا كسروا شو عنا دمنا نجس ولا شو طبعا يهودي زيكم طبعا يهودي العراقي يعضوا يديه ندم أنا شو جابني يعني شنتي مغفل شنتي أهبل خالص شو جابني هنا أنا ما كنت بالعراق زيان عايش ويا العرب خوش عيش هذه مو عيش أهن أنا صح دين واحد لكن ثقافة مختلفة إذن في المجتمع الإسرائيلي أزمة مثل ما قلت عنصرية موجودة وحيرة ما بين الدين والصهيونية و يعني ما يمارسونه من الخلاصة طبعا التكاثر الفلسطيني عملهم أزمة مش قادرين ومنظرونهم برضو واقعين في أزمة ثقافية الخلاصة الهجرة من إسرائيل هجرة سموها الهجرة المعاكسة أو الهجرة المضادة بيقول تكلم عن كهانة تصاعد الكهانية اللي هي التعصب الشديد فهذا يعني أوروبي كان منفتح على العالم ما مش عارف التعصب يبدو مش حنوب التعصب صار عنده نوع من الصدمة من من مختلف الجهات انصراف الفرد إلى شخصيته الذاتية مش فكر بوطن ولا بدولة ولا بشعب يعني كله جزر معزولة عن بعض مش قادرين يخلقوا مجتمع متجانس متواصل لا في تكتلات أثيوبيين يمنيين عراقيين ومن سوريا ومن الخلاصة اللي من أوروبيين له امتيازات فيعني المجتمع مش قادرين فهو بحلل كل هذه الأبعاد الله يرحمهم إسرائيل دولة وحيدة في العالم ممتنجح فيه تحديد حدود أرضها أو هوية شعبها وأريو من أنتم دولة دينية ولا دولة سياسية ولا من أنتم يعني لغاية الآن لم يشخصوا أنفسهم ولم يتفقوا على تصور أو على اسم إلى آخره قسم منهم بدو الطابع يكون يهودي توراتي صرف المتعصبين المتدين قسم علماني فإذا المجتمع الإسرائيلي متناقض دراسة بدها وقفة أطول من هذه يعني النسق الاجتماعي مش موجود لأنه أصول مختلفة حاولوا يصهروهم في بوتقة واحدة من صهروش لأنه ما زال روح التمييز ما بين أوروبي والأمريكي عن العربي والأثيوبي وإلى آخره والغني والفقير واللي جاي من خلفية روسية اللغة مختلفة والثقافة مختلفة والعادات مختلفة إذا المجتمع خليط مش قادر يتجانس طبعا الدراسة أوسع من هذا بكثير وأعمق دراسة اجتماعية دراسة نفسية دراسة حضارية دراسة تاريخية ما شاء الله المسيري رحمة الله عليه الغرب المدعي احترام الطفولة وحقوق المرأة يسكت على جرائم إسرائيل التي زرأها الغرب في قلبنا علما بأن هذه الدولة الشيطانية قتلت في غزة عشرات الألوف جملتهم ومعظمهم من الأطفال والنساء سبعين بالمية نساء وأطفال هاي غرب موقفكم قال والله قدام إسرائيل مبلع إنساني بخرس بقدرش أتكلم طب ليه إسرائيل تطعمونها وتدس عليكم ليه من أنتم عبيدها أم سادتها قال سادتها لا إذن عبيدها قال لا إذن من أنتم قال نحن نحن مرحبا يا نحن نحن هل يضغط العرب على حليفته الغرب آسف على حليفته إسرائيل لتوقف قطة الأطفال والنساء بدون تحترمون حقوق الأطفال والنساء أوقفوا عميلتكم حبيبتكم عشيقتكم زف اللي هو عن قتل الأطفال والنساء الرجال مش مشكلة ممسلمين نظريا المهم قال والله ما بينموني يا شيخ يعني هي دعسة عليكم تطعمونها تمولونها تزودونها بالسلاح ودعسة عليكم كيف الفيلم قال لي والله يا شيخ مغلوبين على أمر نيل عليكم إذن صرت سحالاتنا الجزيرة وثقت قنص امرأة وطفلها من قبل قناص إسرائيلي مرى ماشى في الطريق والمصور آها ولذلك ضربوا إسماعيل أبو عمر والمصور اللي معه والعالم بقدرش عاتبهم ليه يا إسرائيل ما حد قال ليه قال لي من غير ليه أنا ما حدش بيسألني أنا فوق العالم لك مين اللي خلاكم فوق العالم ألا قاتله الله كائنا من كان من سكتوا عليكم قاتلهم الله من خذل الأمة الله يخذلهم من الأهالي يحاولون سحبهم عن بعد باحتيان شديد يعني واحد مسعف شبك مسمار بخشبة طويلة بده ينقد مسكين فصار مد الخشبة عشان تشبك في ثياب بنت صغيرة مقتولة بده يسحبها مع أمها فحاول بالمسمار شبك الأواعب وسحب والقناص برمي يا إلهي عفوك مصور كل العالم بتكلمش طب العرب بقلو السلام محمد قل لا يا شيء أي لا بدينا نخبص بدينا نخربط بدينا نخلط بدينا خلاص خلاص ولا بدينا ولا انتهينا حاش بها هذه إسرائيل ربيبة الغرب قاتل الله إسرائيل والغرب واشنطن بوست عن مصادر بتقول إدارة بايدن أيوة لم تعد تنظر لإسرائيل أنه حنيف يمكن أن تؤثر عليه في السر أو العالم أنا مش قادر بايدن أنت بايزن مش قادر أنك مشلول لأنهم دعسين عليك بمولوك في حملتك الانتخابية وصعب مليارديرية كلهم طبعا أنا أنا تحكم في الملوك في أمريكا والبيزنس من كله إسرائيليين بيهود الملوك المال الآخر هوليوود بكفي لمسخة صورة العرب لمسخة صورة المسلمين والعربي صفقوا هاي 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 قتل الهند العمر ما أنت الهند السمر يا مغفل آخ آخ الإحباط المتزايد عند بايدن وجماعته أيوة إن شاء الله زيدهم إحباط يا رب بيقول يزداد هذا الإحباط ويتحول الانتقاد لبايدن بشكل علني ولنتنياهو حليفه الخلاصة بايدن يستجيب ببطء لمساعديه خد موقف زي الناس بيستجيب مثل السلحفاء يعني لأنه من ربوط بحبل بيد نتنياهو بيسحبه مثل 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 الغنمة لا مثل الرئيس إذلال واشنطن علنا ورفض مطالبها إحنا ما برد لا واشنطن ولا نصطن ولا غيره إحنا فوق العالم تحت جزمتنا كلكم يا الله شفت قرآنكم يا أمة العرب ولتعلن 1450 سنة عمر الكلام علوا كبيرة أدخن زعماء العالم تحتكم درتهم ولا تعنوا إحنا حنكسرهم نحن لحنكسرهم الفقراء المعدمون في غازة سيكسرون هذا الصنم من يعبده العالم إحنا منكسر الأصنم خذ الأغنية المترفين المرغخين كدسوا أمواله مليارات بره أنا أصار عندي أنا بدأ جمعه تريليون زعيم عربي يعملوا معه مقابلة هذا مايكروفون والكلام هذا مايكروفون المهم ما أمنيتك قال له اثنين لتريليون مات رسول الله ما خلف ولا دينار ولا درهم ولا تريليون ولا بليون ولا مليون أعظم من خلق الله كان يبيت أحيانا جوعان يصوم غير سحور أحيانا ما فيش عندنا شيء يا عائش لا والله يا رسول الله أعظم من خلق الله جمعوا تريليونات يلا ودوا على بنوك الغرب قال إذا صار ثورة ولا غير ألاقي ثروتي قدامي تريليون بده مئة سنة مئتين سنة تعطيش كام قال أنا أمكنا أعيش 300 سنة قادصوا من المستحثات الحجرية وصدق الله ورسوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين شفتوا الإيمان بيعمل لا نذل لأحد إلا للأحد إن شاء الله يا رب أعشنا أعزة وأمتنا أعزة لا نخفض رؤوسنا يا رب اقبض أرواحنا قبل أن تخفض رؤوسنا يا مولانا نموت ولا نذل ولا نحن رؤوسنا إن شاء الله يا رب العالمين أحينا بعزة وأمتنا بعزة واجمعنا مع أهل غزة يا رب العالمين واحشرنا معهم بينما زعيم أعظم دولة في العالم وفي التاريخ يخضع لعبد إنعامه وفضله ونجر أن يخالفه له بايزن مع أن المدفوع له المليارات يعيش على مدد أمريكا التي تغطي كل سوقاته أنا بغطي كل عباتك وبتحترمني ولكن أنا قد جدة قد أمك قد أبوك وقال له أنا نتهن باحترمش حد وأنا لمش شايفك أصلا إحنا ننجحناك بدأ أسألنا شركاء للتصالات الإسرائيلية شركات للتصالات الإسرائيلية سرحت 34 ألف عامل حتى الآن قبل كم يوم يعني 34 ألف عامل خسارة قد تقدر بخمسين بليون نشوف الآن منع دخول الأكسجين لمستشفى الأمل أدى إلى وفاة عدة مرضى أكسجين للتنفس ما تولى مرضى قال عادي شيخ بحصل يخرب بيت كلمة عادي هذه لو يهودي ما تقال لا هذه لا إنسانية توحش الموت مننا عادي الموت منه مش عادي يا أمة العرب لك متى متى تقفون على أقدامكم قدام الأقزام دولا يا ربي عفوك يا ربي عفوك اليوم الجمعة اليوم هذا أربعة ماتوا من نقص الأكسجين هذا اليوم مين بتكلم مين بتكلم محدش دول العربية يحكو لك يا أخي قالوا شيخ خلاص ماتوا ماتوا والله يرحمهم كلمة دفع صاحبها رحمه الله دفع ثمنها وهي لن نترك غزة وحدها نعم يا أخي يا الله غمزة عين قيش أنا من ربيكم ليش يلا يلا أنا لها أنا لها أنا أعلم بيان رقم مدنا مين الإطاحة بالرقل الغبي اللي اسمه اللي اسمه اللي اسمه أيها اللي اسمه اسمه رزيق جمهورية لا أنا رئيس الجمهورية أنا الضابط أنا العقيد الركن بعمل نفسي لواء أنا بردت برقي حالي فريق مشهير زي ما زي ما بدي أنا برقي حالي متين ما بدي أنا أريد أدير الدولة العسكر إحنا العسكر منتما عبد الناصر هاي سبعين سنة يحكمها العسكر مصر فين في ذيل القافلة المية راحت الجزيرتين راحوا وفي نية بيع أراضي مصر حلاوتك شفت أخلي لكم مصر بس أدي الدنيا أم الدنيا خليت إيه ولا خليت إيه ده وقت الخل والله آخ 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 ليجعل غزة مسوئة بالتراب هذا قال لها لنا وحدها وهذا قال لها خلي عشيتكم نكد أحصركم حصرة أول شي ضخ الميت البحر ملح الماء الشرب كل خزانات الماء اللي في الأرض صارت مملحة ماء الغزة الآن ماء بالملح وفاكر لما نبارك وضع حواجز فولاذية على طول الحدود يا الله إذن الحرب على غزة من بدري من بدري لكن أش أش إيش أش رسهم الموجود دلوقتي فهمت إنقلاب صنع لي إيه على وضوع كده ودفع مرسي الله يرحمه ده راجل غبي غبي بدرس في أرقى جامعات أمريكا غبي رسالة للدكتورة ما اليوم مرة بدأ عيدها إصلاح مراكب الفضاء في الفضاء راجل غبي وهذا المهرج اللي كان يعمل لف قد كده وهي يضحكوا يضحكوا عرض الجمهورية الآن أدخن شنب فيكم يكتب مقال ينتقد ليش الجزيرتين راحوا يكتب مقال رأسك بطير قلهم نازلت عن ميت اللي لسانك بيطقص أنت مين يا ابن الستين في سبعين أنا بقول لك بمسح وجود كم أيوة تسلم لي ربنا يخليك ربنا يكرمك ربنا يدي مع بعث شام قندير رئيس الوزراء أنجح وزير تموين في تاريخ مصر كله يا السلام أنجح وزير تموين إلى المسجون ممكن بنته زارته طفلة ممكن خمس دقائق ولا كام يشام قندير ودى على غزة ليكون شريكا في تحت القصف معهم آخ يذكرني بعض الأعزاء بما قلته اللي ذكرنا الكومية فاكر لما قلت لنا والله فاكر من فضل الله بحاول أعطي فكرة الناس قبل ما توقع الفاس في الرأس أعطي الفكرة للناس من بدري من بدري قال والله اللي قلت لنا الحمد لله كل حال نتن ياهو سنخسر الحرب إن لم ندخل الرفع تخسر عمرك إن شاء الله تخسر حياتك كلها يخرب بيت حياتك كلها نقل فرقة من غزة إلى جنوب لبنان الآن عملية اليوم هذه هتخربط الحسابات مثل ما قلنا في أول حلقة أنه بدأ هذا بن حفير بدأ وزع السلاح على كل الشعب الإسرائيلي وزع ويبدو مع الجبهة اللبنانية عم تتوسع الدائرة ويتعمق القصف شيئا فشيئا لا بأس يعني بخفة ضغط قليلا عن غزة الخلافات تتعمق بين نتين والبيت الأبيض والسبب الموقف من غزة هم عاوزين يسحق غزة سحق لك بثور عند العالم العربي والإسلامي مصالح أمريكي بتتضرر هيقاطعونا إن شاء الله تنقطعو أنا مهم عند إسرائيل آها طب أنا ألأ بوجه منين من الشعب الأمريكي اللي حينتخبنيش مهم يا ترامب يا بايدن يا بايدن يا ترامب جوز بايزين فازدين ولا ولا قدام الصهيرة الهم وزن تذكر لمحظة لبس الطاقية وعوجة الطاقية والخلاصة المجرمون يستخرجون جثث القتلى ويعيدون دفنها لسرقة جلود الموت البنك الجلود رقم ملاحة أمريكا بنك الجلود رقم اثنين إسرائيل قتلانا بسلموه مش اللي بعد ما يسلخ جلده وبعيد دفنه في التراب عشان نعمل إذا جلودهم نحركوا إن شاء الله يرقع جلودهم من جلود الموت في بنك الجلود هذه إسرائيل اللي بعشقوها العرب أو بعض العرب إسرائيل ثاني بنك جلود في العالم بعد أمريكا ليزرعوا جلود مصابيهم وبالأخص الجنود أمريكا لا تدعم عملية عسكرية واسعة في رفع لا تدعم مش بمنع بايدن بزلز الأرض من تحت أقدام بسكد بيخلز مع أنه عايش إسرائيل على حسابه ومع هذا رئيس أمريكا بيحن راسه أنا مش رئيس أنا حان الرأس استاهل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أمريكا لا تدعم عملية عسكرية لا تدعم ولكنها قد توافق أنا أنا موافق بس بدعمكمش يا ولد يا حنين يا بايزن ليست تحمل أي معنى الكلمة يعني الصياغة مائعة تافها عدم الدعم لا يحب المنع تأمل الصياغ والتوظيف اللغوي عندما يتكلمون عننا فوصمة التطرف جاهزة وتهمة الإرهاب حاضرة إسرائيل لا خمسين مليار متوقع خسائر إسرائيل في حرب غزة ثلاث مظاهرات في برلين وكلها ضخمة عمان بن رأس ألمانيا صهيوني ومؤيدي إسرائيل وزراء الدفاع دول التعاون عقدوا مؤتمرا عقدوا مؤتمرا مؤتمرا فهمنا خلاص ماله ملخص الاتفاق على إدانة العدوان أنا الآهل المسكين ويا عندي ولا فوق ولا تحت أنا أدين العدوان وزراء الدفاع في داعي اجتمع عشان طلع عنوان إننا عم يطلعوا عنوان طلعوا عنوان أيوة ندين العدوان طلعوا عنوان ندين العدوان يخلف عليكم كثرا الله خيركم الله ما قصرته طب وليش وزراء الدفاع خلي أي ناطق يعني بشريطة بدون وزير ولا غيره لا وزير الدفاع أحسن وزراء الدفاع ندين العدوان طب أنا طفران ابن طفران المهم أنا أدين العدوان موس دفرنت نفس الكلمة اللي قالوها وزراء الدفاع أنا بقول أنا لا فوق ولا تحت ولا عشيرة ولا سند ولا ظهر ولا شيء إطلاقا ما عندي شيء أنا أدين العدوان أنا أدين العدوان مثلكم يعني هل أنتم في مثل حالي غلابة مساكين لا احنا وزراء الدفاع اسمع شيخ احفظ لسانك حاضر يا سيدي امرك يا سيدي صدق المثل العربي هزلت حتى بان من هزالها كلاها يعني قد ما هي ضعيفة الشاه كأنه الكلة ضمرت الخلاصة ولما اجتماع وزراء الخلاصة الكرة في وقت تهديد الاخصى لكل امر حين وقت داد اخوانا 34 مدينة بريطانية مظاهرات لفلسطين ورفعي شعر مست اوبن افتحوا في اجواء ماطرة وباردة ومضارة ضخمة في باريس الخلاصة ماذا نقول استشهاد نجي الهنية وحفيدة ليس الكريم على القناة بمحرمي كان يظل يقولوا وين هم الزعماء حماس وين هم امينين احمد ياسين وين يا رنتيسي وين يا الجعبري وين يا مجرمون هم اللي بتقتلوا قاعدين اخ العالم كله لم يستطع منع اسرائيل من قصف رفع لانه عالم اعوج مائل مع الباطل وفي غيبة اسلامكم غاب العدل اذ لا عدل الا في دينكم لانه الحق المصفى كم جميل ان تطلعوا على كتاب كتابه العلامة محمد يوسف موسى قبل اكثر من ستين سنة الاسلام ومدى حاجة الانسانية اليه ماذا نقول بلينكين اصبح مدينا في الشرق الاوسط يصرفون جوال السفر العربي بالمرة خليضا قاعد عندنا هون ماذا نقول ماذا نقول ماذا نقول كلام كثير طويل لكن لا يمكن نثق عليكم اكثر مما فعلنا نكتفي بهذا القدر حفظكم الله رعاكم الله اهل غزة نصركم الله عزكم الله جمع الله قلوبكم يا رب العالمين وخذل عدوكم وكل من خانكم وقصر في حقكم رفعتم رؤوسنا رفع الله رؤوسكم امين متابعين اخواننا واخواتنا ان في بلدنا الحبيب الطيب او في جناحه الغربي المرابطين ربط الله على قلوبكم اقصاكم اقصاكم المؤامرة ضخمة يا شعب انتبهوا اقصاكم في خطر يا امة انتبهوا السلام عليكم ورحمة الله برحمة الله اقصاكم في خطر اقصاكم في deste اقصاكم في خطر اقصاكم في قلوبكم اشتركوا في القناة